ستة العزيزة الجهات الدولية شو تريد تقدم؟ شو تريد تساهم في وضع تحقيق؟ أو تريد تحقق مع قادة أمنيين مسؤولين عن حماية شعبهم وعن حماية أمم بلدهم؟ الموضوع موضوع داخلي والموضوع بقدر ما هو أمني أصبح عائلي يعني اليوم أنا أخذ ثار من عائلة باستخدامي للسلطة الأمنية يعني اليوم الرتبة العسكرية صعب أنه يأخذها بعد إنجاز وتعب وقلق وسهر فمن تروح أنت يعني تؤدي بحياة عائلة وأطفال ونساء ورب أسرة بسبب خلاف عائلي هذا الموضوع يتحمل رئيس الوزراء أنا ما أحمل الوزير الدفاع لأنني أنا اليوم أعرف المؤسسات الأمنية ترى مسيسة يعني المؤسسة المستقلة في قرارتها هي جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني والسيد حميد الشطر اليوم زار المنطقة لكن كخصوصية في المؤسسات الأمنية هل اليوم وزير الدفاع يقدر يغير قائد أمني من منطقة إلى منطقة أخرى نحن اليوم بدأنا نرى أن هناك مهزلة داخل القطاعات العسكرية قاطع يستلم مؤسسة الأمنية أو لواء يستلم منطقة لمدة عشر سنوات واثنعة سنة هل ستنفتح خطوط اقتصادية وخطوط مع الإرهاب وخطوط مع غيرها فأكو مشاكل أكو أرهاب قلنا داخلي داخل المؤسسة الأمنية وبالنسبة للموضوع السقلاوي والمغيبين والمختطفين يعني اليوم أنتم تعرفون هذا الموضوع بلقاء شخصي مع أحد الجهات السياسية بلغناهم أن يزورون رئيس الوزراء ويداولون هذا الموضوع تعرفون الجواب وأرجى طرح للإعلام بعد ما كنا غير مخولين وإلى الآن غير مخولين نطرح للإعلام تدرون جواب رئيس الوزراء إلى هذه الشخصية السياسية أن المغيبين في بطن دجلة بعض المغيبين وأكثر المغيبين في بطن دجلة يعني أكثر المغيبين اليوم هم تم تصبيتهم والجزء الآخر منهم بالسجون السرية يعني السجون هاي متابعة للدولة اشتركوا في القناة